أكد الدولي المغربي عزدين أونحي بطريقته الخاصة في تصريح صحفي عقب التعادل السلبي أمام منتخب موريطانيا أن جميع المنتخبات ستعمل على نهج نفس الخطة التي لعب بها منتخب المرابطون وهذا سيشكل مشكلا عويصا إذا لم نجد له حلا قبل كأس أمم إفريقيا والذي سينظم في المغرب وقال لاعب خط وصاة المنتخبية الوطني عزدين أونحي علينا أن نعرف بأن هذا ما سينتظرنا في مرحبنا وأضاف المتحدث نفسه جميع الفراق أصبحت تعرف طريقة لعبنا وعلينا أن نحضر أنفسنا لكل المباريات التي سنخوضها على أراضينا لأنها ستكون هكذا وعلينا إيجاد والحلول واختتم الدولي المغربي تنتظرنا مباريات رسمية بمشيئة الله في المعسكرية القادم لا مجال فيها لا للخطأ ولا لتكرار نفس المعاناة الهجومية هذا هو الوضع الذي سيكون عليه كأس إفريقيا في بلادنا جميعهم سيحضرون للعب بنفس نهج موريطانيا ونذكر أن المنتخب الوطني مقبل على لقاءين في أتصفية الإفريقية المؤهلة لمونديالي 2026 وذلك بمواجهة منتخبي زامبيا والكونغو خلال شهر يونيو المقبل ترجمة نانسي قنقر